ريهان أول صعب جداً بشكون ضد المنتخب المصري اللي يعتبر حقيقة من أفضل المنتخبات اللي موجودة على السعيد الأفريقية يعني متصدر لائحة المنتخبات الأفريقية في ترتيب الفيفا الأخير وصيف بطولة أفريقيا الأخيرة مع المبارة الكامروني لكن هذا ما يعني ولا شيء بالنسبة للمبارة هذه أنه مبارة ديربي ودايما المباراة التي تجمع بين المنتخب التوليسي والمنتخب المصري تكون مباراة صعبة مباراة حاسمة مباراة تتلعب على جزئيات أكثر من صغيرة ودايما معناها الفريق الذي يكون مركز أكثر معناها لآخر لحظات المباراة هو الذي يفوز من المباراة لما نكون في نفس المستوى لأن فرق المصرية تشارك في بطلات أفريقية فرق التونسية نفس الشيء تشارك في بطلات أفريقية لكن الشيء الذي يقلق في الفترة الأخيرة معناها هي الإصابات التي موجودة خاصة في الخط الخلفي بالنسبة لمنتقب التونسي ثلاثة لعبين أساسيين في أمم أفريقيا الأخيرة يعقوب عبد النور والنجاز موش موجودين تزيدهم معناها إصابة الحديد اللي في نفس الخط في الخط الخلفي هي شوية اللي مقلقتنا شوية وخلتنا معناها نعيد أوراقنا في الخط الخلفي